مدينة الزنجبار على مشارف مواجهة عسكرية وشيكة يأتي ذلك بعد أنباء عن فشل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحت رعاية سعودية في التوصل إلى تفاهم مشترك لإنهاء التوتر في محافظة أبيان يرتكز على اتفاق الرياض على مدى الأيام الماضية انخرط محافظ محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين وضباط سعوديون وقادة عسكريون من الجانب الحكومي والمجلس الانتقالي بالإضافة إلى مشائخ وأعيان في جهود وساطة لإنهاء التوترات والحشود العسكرية شرق الزنجبار إلا أنها فشلت بحسب مصدر في اللجنة يتعزز منطق الحرب بشكل كبير في ضوء تعزيزات العسكرية من كلا الجانبين حيث تفيد مصادر محلية في مدينة الزنجبار عاصمة محافظة أبيان لأن المجلس الانتقالي الجنوبي دفع بتعزيزات إلى مناطق سيطرته تحسباً لأي عملية عسكرية تجاه عاصمة المحافظة في وقت رفعت فيه قوات الحزام الأمنية التابعة للانتقال استعدادها القتالي إلى الدرجة العالية وفي بيان لها بهذا الخصوص حذرت قوات الحزام الأمني من أي تحرك عسكري للجيش الوطني باتجاه عاصمة أبيان متواعدة بأنها سترد على أي تحرك كهذا بالتقدم نحو مدينة شقرة موقف دعائي لا تدعمه الوقاعة التي تؤكد أن ثم تنسحابات لمقاتلين محسوبين على الانتقال من جبهة الزنجبار باتجاه محافظة لحج المخاوف وحدها تهيمن بقوة على أداء الانتقال وقواته خصوصاً في أعقاب التحركات التي يقوم بها الجيش الوطني المرابط في شقرة والذي دفع بتعزيزات كبيرة لقواته هناك في وقت تتوفر فيه أدلة على أن هجوماً من جانب الجيش الوطني على زنجبار بات مسألة وقت لا أكثر في ظل تعنت قوات الانتقال تحرك الجيش يبدو أنه يحظى بضوء أخضر من القوات السعودية التي تشعر بالاستياء من استمرار تعنت الانتقال ورفضه تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية وذهابه بعيداً في التصعيد الذي بات يستهدف الدور السعودية نفسه بالإساءة والتحريض والاتهامة المباشرة وفوق ذلك باشر الانتقال في التحريض على التصعيد والقتال وفات حباب التطوع للشباب خصوصاً في مدينة عدن وسط وعود مالية يصعب التأكد من مصداقيتها لكنها لفتت نظر المراقبين إلى استمرار الارتهان من جانب المجلس الانتقالي للأجندة الإماراتية التي لا تزال على حالها من العداء الشرعية ومعسكرها ونفوذها وداعميها